أفد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي مما أصفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين في قضاء طلعفر بمحافظة نينوى وقال المصدر الأمني إن جنديا قتل وأصيب اثنان أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية نتيجة انفجار العبوة الناسفة وأشار إلى أن العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء طلعفر في محافظة نينوى